اشتركوا في القناة التصريحات لمصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي سنتناولها في هذه الحلقات لهذا الأسبوع وفي هذا اليوم في هذه الحلقة سنتناول الحديث أيضا جرى خلال الأسبوع الماضي على لسان مصطفى الكاظمي والحديث يتحدث يعني الحديث ينحصر في الديمقراطية يعني مثلما قلنا ونقولها أيضا أنهم يحاولون أن نرسم صورة مغايرة لواقع الحال في العراق يرسمون صورة وردية للآخرين يضللون الآخرين في الخارج لأن العراق لا يضلل لا يمكن تضليله هم تعبوا من تضليل العراقي لا يستطيعون الآن وصلوا العراقيين يطهرون في كل مكان ويثورون عليهم في أي لحظة تندلع ثورة تقتلعهم من مكانهم الشعب العراقي ما عاد يخدع لكنهم يحاولون أن يخدعوا الخارج ويحاولون أن يضللوا البعض ممن يريد أن يضلل ليس كل من يضلل هو أدواتهم قادرة على تضليل لا من يضلل هو من لديه استعداد أن يضلل هذا واقع الحال لأن واقع العراق مكشوف 20 سنة القاصي والداني يعرف العراق ماذا يجري فيه أما من لا يعرف ماذا يجري في العراق واقع العراق وهذا شيء آخر هذا غريب وبالتالي أعود وأقول المالك الكاظمي تحدث مصطفى الكاظمي رئيس الوزراع الحالي قال لقد مر عقداني تقريبا من احتكام السلطة يقصد السلطة في العراق إلى الانتخابات في العراق طيب وهو دليل كبير على مدى ترسخ الديمقراطية بعد ثلاثة عقود من حكم الدكتاتورية طيب ماشي تركنا حكم الدكتاتورية تركونا من هذا يعني هاي المقارنة مع مع النظام السابق والأنظمة السابقة في العراق منذ عام 1921 لغاية 2003 ليست في صالحكم يعني لا بالمنجز ولا بكل شيء من من يصالحكم فتركونا من أجهه وهذا لمصلحتكم لأنه عندما تذكرون واقع الحال قبل 2003 لا تستطيعون أن تأتوا بجزء مما كان عليه العراق وأهل العراق الآن يتحسرون على ما كان في الماضي بغض النظر عن شكل النظام هذا ما لا علاقة بشكل النظام حتى لا أحد يحدثنا دفاعا عن النظام الفلاني جمهوري ملكي فلانشي أبدا شعب العراق الآن تسأل أي إنسان من عنده ما هو خيارك يعني هل لو منحت فرصة لو هناك عصص حرية وعادتك إلى يعني ماذا تريد يقول سأرجع إلى ما قبل 2003 مهما كان الوضع سأعود إلي لأنه أحسن من الوضع الحال فالمقارنة مع الوضع السابق ليس في صالحكم عموما هو يقول لقد مر عقدان تقريبا من احتكام الصفلطة إلى الانتخابات في العراق ودليل كبير على مدى ترسخ الديمقراطية طيب ما هي الديمقراطية يا أستاذ مصطفى الكاظم يعني ما شك للديمقراطية وهذه الديمقراطية وصفة جاهزة مثل ما أرادت أمريكا تأتي بها مسلفة من أمريكا وتوزحها علينا وسوئنا أحزاب تشذب وسوئنا انتخابات كذب وتقول لنا هاي الديمقراطية الديمقراطية أن تسوقون الناس هؤلاء في أحزاب كارتونية أحزاب طائفية أحزاب مدفوعة لها مبالغ ودول ترعاها ومؤسسات خارجية ترعاها وأعضاءها فاسدين وألفون حكومة طائفية محاصصة وألفون عملية سياسية ونظام سياسي مبني على المحاصصة الطائفية والقومية هذا السمي ديمقراطية هذا السمي ديمقراطية يعني شو نصير الدكتاتورية هو أنت ديمقراطية تخلي الناس تحتي وما تسوي لها شي فهذا ديمقراطية يعني أنت لا تهتم للناس عشرين سنة صار الناس تحتي وتظاهر تضربوها بالرصاص وتقتلوها أما خلوه يحتي ويحتي كل تحتي وخلاص فهناك فرق بين يعني التصريفات الدكتاتورية والاستبداد تصريفات مختلفة قسيم الدكتاتوريات الأنظمة الدكتاتورية لا يقبلوا الكلام ورأس أن يجتثل يعتقل يقتل من يتكلم عليه وهناك دكتاتوريات واستبدادات من الأنظمة الكثيرة تقبل بالحديث عنها تحدث عنها ما تشاء لكن ماذا ستفعل واقع الحال وهو واقع الحال ويتغير لذلك كنتم تتحدثون دائما ماذا تريدون من الآخرين الذين يعارضون لكم هل تريدون أن نعود إلى المربع الأول وعندما يسألونكم ما هو المربع الأول لا تجيبون المربع الأول هو اللي يقصدوه لا أعرف ماذا يقصدون إذا كانوا يقصدون الفوضى فالعراق ما زال في قمة الفوضى إذا كانوا يقصدون الطائفية العراق في الطائفية السياسة الطائفية ما زالت موجودة إذا كانوا يقصدون العراق تحت حكم الميليشيات ما زالت تحت حكم الميليشيات إذا كانوا يقصدون العراق تحت حكم قوى خارجية هو تحت حكم قوى خارجية أمريكا وإيران وغيرها وكل ما يتحكمون به إذا كان يقصدون أن العراق فاقد استقلاله فهو ما زال فاقد استقلاله فاقد لسيادته فاقد لسيادته غير قادر عن يضبط الأمن غير قادر عن يضبط اقتصاده متهرئ كل هذا المربع الأول وما زننا نعيش إذا لم نغادر المربع الأول والفوضى قائمة ونعود مرة أخرى إلى حديث مصطفى الكاظمي يعني ما هي كيف نقيس الديمقراطية وما هي معايير بالنسبة لحضرتك هل ترى أن الديمقراطية محصورة بالانتخابات؟ الانتخابات عملية أنظمة كثيرة دكتاتورية تجري انتخابات تجري انتخابات لنقابات وحتى ينتخبون رئيس الجمهورية وينتخبون مجلس نواب وكلها انتخابات وهي أنظمة دكتاتورية الانتخابات لا تعمل دموقراطية يعني فقط لتصحيح خاف نظرك الانتخابات هذه وعمومة سنجارك ونقول الانتخابات هذه الانتخابات التي أنتم تعترفون وكل الأحزاب في العملية السياسية يعترفون أنها مزورة من أول انتخابات عام 2005 لحد الآن كلها تقولون عنها مزورة وآخرها تركنا من كل شيء آخرها الانتخابات التي جرت تحضل صلوتك وأنت رئيس للوزراء لم يشارك بها من العراقيين يعني أكثر من 85% من العراقيين قاطعوها والذي شاركوا بها لا يزيدون عن 10 إلى 12 إلى 11% من العراقيين وهؤلاء من يحق لهم المشاركة طبعا بالتصويت وهؤلاء هم منتمين لهذه الأحزاب التي شاركت وهذه القوى التي شاركت في الانتخابات وفاز فيها يعني الكتلة الأكبر التي فيها كانت التيار الصدري فاز بها ب73 أو 76 مقعد وانسحب إذن غالبية هذه الأصوات اللي خلينا نقوله 15 15% من أصوات كل العراقيين 85% من العراقيين لم يصوتوا أنت تعرف من 15% الكتلة الأكبر من 15% وخلنا نفترض نصف هذه اللي ما أرد أقول أكثر خلنا نفترض نصفها 7.5 من هذه الـ 15% هم التيار الصدرين سحبوا هل السبعة ونصف بالمية الباقين يمثلون الديمقراطية؟ هؤلاء الذين يسمون نفسهم الإطار التنسيقي عندما سيشكلون حكومة ويحكمون العراق هل هؤلاء يشكلون الديمقراطية التي تحدث عنها؟ هل معقول من الشعب العراقي أن ينتخب الفاسدين؟ هل تعقلها أنت؟ هذا الفساد وهذا الخراب في العراق هذا كلها مسؤول عنهم سلطات موجودة برلمانية وسلطات تشريعية وسلطات وسلطات سلطات تنفيذية وهذه السلطات كلها متهمة بالفساد طيب هل الشعب العراقي انتخب هذه السلطات هو انتخب الفاسدين؟ هل تعتقد أن الشعب العراقي هكذا ترى أن الشعب العراقي مجرد يعني فاقت للأهلية وينتخب هؤلاء؟ مستحيل إذن الشعب العراقي لم يشارك إذن أين الديمقراطية التي تحدث عنها؟ عقديا من الدليل كبير على ترسخ الديمقراطية أين هذه الديمقراطية ترسخت؟ شنو شكل الديمقراطية وهذه الصراعات الآن والاتهامات والتسريبات والأحاديث الميليشيائية هذه والميليشيات تتحكم بالشارع وين الديمقراطية هذه التي تحدث عنها؟ وين ترسيق الديمقراطية هذه التي تحدث عنه؟ فقط نقول عندما يتحدث المرء عليه أن يوزن كلامه ويعرف مع من يتحدث ويحسب خطواته لأن الحديث شيء واقع الحال شيء آخر وشعب العراق لا يمكن خداعه نقولها للمرة المليون لا يمكن خداع هذا الشعب هذا الشعب من أذكى شعوب الدنيا مع احترام لكل شعوب الدنيا هذا الشعب يستحق كل احترام وكل تقدير لا يستحق مثل هذا الكلام الذي تضحكون به على أنفسكم أما أن تخدعون الخارج فالخارج هو الذي يريد أن يخدعكم ويخدع الناس ويخدع نفسه لكن هذا الحديث هم يعرفون هؤلاء ديمقراطية وأنتم في قمة الاستبداد وقمة الدكتاتورية هذا واقع الحال لا يمكن لأنه بلد تحكم الميليشيات وحكم السلاح المنفلد ورئيس الوزراء ما يقدر يطلع من منطقة الخضراء ويدوسون على صورة بحذيتهم وإذا حبس له واحد يطلعون خشون الميليشيات يطلعون من السجن يا جهاز والدنيا تنقلوا في أحاديث وتسجيلات وتسريبات وأحاديث عن ميليشيات تقتل وتدخلات خارجية وقوى خارجية تتعامر العراق ورئيس الوزراء صامت لا يتكلم الحكومة لا تتكلم ولا تدخل في الموضوع هذا غريب جدا وإن ديمقراطية هذه وقت هذه الحلقة قد انتهى أيضا أترخكم بخير وألتقيكم في حلقة الأخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم